تسلم وزير المالية والميزانية الجديد كريستان جورج ديقا دينباي وأمينة الدولة بالمالية والميزانية باناتا جالسو تسلم مهام عملهما عصر اليوم في مناسبة ترأسها الأمير العام النائب للحكومة حسن أحمد بجاء في إطار التعديل الوزاري التي جاءت مؤخرا في حكومة بايمي باداكي البير وبالتحديد في الخامس من فبراير الجاري وضمن سلسلة تسليم الحقائب الوزارية بين أعضاء الحكومة السابقة والحكومة الجديدة فقد تسلم وزير المالية والميزانية كريستان جورج ديقنباي مهام أمله وكذا أمينة الدولة في المالية والميزانية الجديدة باناتا جالسو وذلك بهضور الأمين العام النائب للحكومة حسن أحمد بجاء أمينة الدولة في المالية والميزانية السابقة حبيبة ساولبة من ناحيتها سردت الإنجازات التي هققها فريق العمل السابق والمتمثلة في ودع البرامج والاستراتيجيات التي تهدف إلى الخروج من العزمة الاقتصادية والمالية الراهنة كما طلبت من الإداريين وأمال الوزارة المدي في نفس الخطى مع الفريق الجديد من عجل رفع التحديات وعوائق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع النزاهة والشفافية في تسيير المال العام وزير المالية والميزانية كريستيان جورج دي جينباي أكد بأن البرامج والخطط التي ودأتها الوزارة تحتاج إلى تضافر الجهود وبزل المزيد من العمل وعليه طلب من جميع الأمال التحلي بروح المسئولية ونهج الإدارة الرشيدة في أداء المهمة التي أوكلت إليهم كما ختم حديثه بأن على الشاديين الاهتمام بالزراعة باعتبارها الركيز الأساسية من ركائز التنمية والاقتصاد الوطني